بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعى برقية تعزية ومواساة إلى قداسة البابا توضرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريارك الكرازة المرقسية أعرب فيها جلالته عن بالغ تعزيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف حافلة كانت تقل عددا من الأقباط في محافظة المينيا بصعيد مصر والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين وأعرب عاهل البلاد المفدى في برقية تعزية عن استنكاره وإدانته الشديدة لمثل هذه الأعمال الإرهابية المجرمة التي تستهدف أروح الأمينين والأبرياء والتي يرفضها المجتمع الدولي وتتنفى مع كافة الشرائع